بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم طلاب الأعزاء في مادتنا المهارات الرقمية للصفوف العليا للمرحلة الابتدائية ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا في الدرس السابق وتعرفنا على بيئة الأوبن روبيرتا لاب وقمنا بفتح البرنامج من خلال كتابة الموقع في الرابط واستخدمنا المتصفح لفتح البرنامج الخاص ببرمجة الريبوت وتعرفنا على مكونات اللبنات البرمجية وركزنا على ثلاث فئات وهي الفئة الحدث الأكشن وفئة السنسرز المستشعرات وفئة الكنترول أو التحكم وتعرفنا على اللبنات بوجه خاص وبوجه أدق على فئة الحدث الأكشن طيب فكر معي يستخدم الإنسان أقدامه للتحرك فماذا يستخدم الروبوت وكيف يمكنه التحرك؟ أحسنتم من خلال المحركات التي تعرفنا عليها وهي جزء من أجزاء الريبوت يستخدمها للتنقل والتحرك إما يمينا أو يسارا أو أماما أو خلفا فإذا درسنا اليوم بإذن الله سيكون مقدمة إلى علم الروبوت مقدمة إلى علم الروبوت رقم ثلاثة ماذا سنتعلم في هذا الدرس بإذن الله؟ سنقوم بإنشاء حساب خاص في الموقع وسنقوم بالمرمجة في الأوبن روبيرتا لاب وسنقوم بالتحرك للأمام ثم للخلف ثم نقوم بعرض المحاكاة من خلال معاينة الحركة ما هو الريبوت؟ عرفنا أن الريبوت هو آلة صنعها الإنسان لتؤدي العديد من المهام بشكل مستقل وذلك من خلال تنفيذ الأوامر التي تم برمجتها بها طبعا تختلف أشكال الريبوتات مثل ما رأينا في الحصص الماضية وتبدو عادة كالمركبات أو الآلات أو حتى كالبشر بهذه الطريقة كيف يتم برمجة الريبوت؟ رأينا في الدرس السابق أن نقوم باستخدام المتصفح من خلال عمل برمجة ومحاكاة الريبوت بطريقة مرئية مما يعني أننا لا نحتاج إلى ريبوت حقيقي ممكن أو حتى نمتلك ريبوت حقيقي فممكن أن نقوم باستخدام الريبوت المحاكاة وكأنه فعلا ريبوت حقيقي ولا يحتاج أيضا إلى تحميل وتنزيل البرنامج على أجهزتنا فإذن حان وقت استخدام الـ Open Roberta Lab لأول مرة فدعونا نتعرف على الريبوتات ونرى كيف نقوم ببرمجتها في درسنا اليوم أولا سنقوم بإنشاء حسابنا الخاص طبعا يتعين عليك إنشاء حساب حتى تقوم بحفظ مشروعك في كل مرة تقوم بعمل برمجة لريبوتك فنبدأ الآن في درسنا اليوم بإنشاء حساب طبعا أي موقع نحن ندخل فيه لا بد أن نقوم نعمل Login أو تسجيل دخول للموقع فلإنشاء حسابنا الخاص نقوم من أيقونة المستخدم الموجودة بعدما نقوم بفتح الموقع نجد أن هناك أيقونة خاصة باليوزر أو المستخدم يكون لها أسود نقوم بالضغط عليها فتظهر لنا شريط قائمة أو مجموعة من الأوامر نقوم باختيار تسجيل أو Login فعند الضغط على Login ستنبثق أو ستخرج لنا شاشة أو نافذة تسجيل الدخول طبعا نحن لأول مرة فسنقوم باختيار New أو جديد حتى نقوم بإنشاء حساب جديد بعدما نقوم بكتابة اسم المستخدم ثم نقوم بكتابة Password أو كلمة المرور مرتين نكررها ثم نقوم بكتابة الاسم وطبعا الإيميل لا يستدعي كتابة الإيميل ممكن تكتبه أو لا تكتبه هذا راجع لك وأخيرا تقوم بعمل بالضغط على التسجيل أو Register Now أو التسجيل الآن فيتم تسجيلك مباشرة ويبدأ حسابك الخاص بك بالتشغيل طبعا سيتغير كيف تعرف أنه قد تم تسجيلك بنجاح إذا تغير صورة المستخدم أو اليوزر إلى اللون الأزرق معناة أنه تم تسجيلك بحسابك الذي قمت بعمل حساب جديد له طبعا إذا كان لديك بالفعل حساب في الأوفن روبرتا لاب يمكنك فقط إدخال بعدما قمت بعملية التسجيل تستطيع بعدها بالدخول على اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على موافق ومباشرة تنتقل إلى حسابك الموجود في الموقع دعونا نلاحظ الطريقة أو نطبق عمليا كيف نقوم بتسجيل حساب خاص بنا طبعا نفتح الموقع نكتبه نقوم باختيار الـ AV3 ثم الريبورت الأول بعدها سنقوم بالضغط على المستخدم اللوج إن تسجيل ثم نقوم بالضغط على نيو نفس الطريقة ثم نكتب اسم المستخدم نفترض أن اسمها سارة underscore one بعدها نقوم بكتابة الباسورد نحاول أن نضع باسورد يسهل علينا حفظها إذا أردنا الدخول مرة أخرى حتى لا ننسى الكلمة المرور بعدها نقوم بكتابة الاسم والإيميل مثل ما ذكرنا ممكن نكتبها ممكن لا نذكرها إننا نكتبها فهي قابلة وأخيرا نقوم بالضغط على register now فنلاحظ أن اليوزر تغير لونه إلى الأزرق وأصبحنا الآن hello سارة معنى أننا قمنا بإنشاء حساب خاص بنا بهذه الطريقة طيب سؤال كيف تتحرك السيارات؟ أحسنتم تتحرك السيارات باستخدام المحركات الموجودة داخل السيارة طيب سؤال آخر كيف تكون حركة السيارات؟ أحسنتم حركة السيارات إما أن تكون للأمام أو للخلف أو يمينا أو نعطاف يمينا أو يسارا فنجد أن السيارات هذه حركتها معروفة إما أنها تتقدم للأمام أو أنها ترجع إلى الخلف أو أنها يختم أن نعطافها بأي تجاه تريده في نفس الطريقة سنقوم في درسنا اليوم بعمل حركة للريبوت بنفس طريقة السيارة سنبرمج باستخدام الموقع Open Roberta Lab قمنا بإنشاء حسابنا الخاص بنا سنقوم الآن بإنشاء برنامجنا الأول ستجعل الريبوت في هذا البرنامج تحرك إلى الأمام لمسافة 100 سنتي ثم إلى الخلف 100 سنتي مرة أخرى وبسرعة تقريبا 30 فلنبدأ البرمجة البرمجة جدا سهلة بس قبل أن نأتي إلى البرمجة نسأل سؤال ما هي أو ما هي منطقة البرمجة أين هي موجودة منطقة البرمجة نلاحظ أن المنطقة البرمجة هي Script Area أو منطقة البرمجة وهي المنطقة التي يتم فيها إضافة اللبنات لإنشاء البرنامج نجد أن اللبنات تعرفنا عليها في الدرس الماضي اللبنات البرمجية Action, Sensors, Control مجرد أن أضغط على الفئة الخاصة باللبنة فتظهر لي مجموعة من اللبنات والأوامر وما علي إلا سحبها ووضعها في Script Area أو منطقة البرمجة طيب سنقوم الآن نذهب إلى فئة الحدث الـ Action سنضيف لبنة Drive حين تعرفنا عليها في الدرس الماضي اللي هي Drive, Forward, Speed, Distance, Centimeter طبعاً مع معامل المسافة بسنتيمتر وبعدها نقوم بضبط السرعة 30 ونضبط اللي هي المسافة Distance 100 دعونا نبرمج معناتني أقوم بسحب اللبنات الـ Action Drive, Forward نجعل السرعة 30 والمسافة 100 بهذه الطريقة طيب ماذا نقصد بالمحاكاة أو Simulation؟ أحسنتم المحاكاة يقصد بها هي عملية إعادة الإنشاء في بيئة واقعية قريبة من الواقع الذي نعرفه وتكون ماذا خاضعة للتحكم أستطيع أن أتحكم بها من خلال هذه البيئة طبعاً كيف أعرف حركة الـ Report؟ من خلال Simulation مجرد أني أضغط على Simulation فتظهر لي حركة الـ Report على البرمجة التي قمت بعملها طبعاً الآن طبعاً في تلميحات حول بيئة عمل Open Roberta Lab طبعاً تظهر لبنات البرمجة مثل ما رأينا في اللوحة الأيسر في الجهة اليسار توجد إزرار التحكم في المحاكاة أسفل الزاوية اليسرى من اللوحة اليمنى تعرض اللوحة اليمنى في البيئة المحددة حالياً لربوت ثنائي الأبعاد فالربوت الذي نستخدمه يعتبر ثنائي الأبعاد لنضيف الآن اللبنة الثانية سيتحرك الربوت أولاً إلى الأمام ثم إلى الخلف ليرسم خطاً ثانياً فوق الخط الموجود حالياً يعني بجعل أتقدم للأمام ثم يعود إلى الخلف ماذا سأضيف؟ سنضيف لبنة موجودة في فئة الحدث في الـ Action اللي هي لبنة القيادة Drive مع المسافة بسنتيمتر طبعاً راح أغير الـ Forward لما نضغط سهم على الـ Forward راح يظهر لي الـ Backward اللي هي لخلف فالـ Forward للتقدم للأمام والـ Backward للتقدم أو للتحرك للخلف طبعاً نضبط السرعة إلى 30 والمسافة إلى 100 بهذه الطريقة بهذه الطريقة لاحظوا نفس اللي بنا نكررها مرة أخرى نقوم بسحبها فنغير القيادة أو Drive باتجاهها ستكون الـ Backward ونفس السرعة ونفس المسافة طبعاً هل توجد طريقة لإعادة عرض المحاكاة؟ يعني بعد ما قمت برؤية المحاكاة هل أستطيع أن أقوم بإعادتها؟ نعم أحسنتم يمكن بالضغط على زر السم أن أقوم بإغلاق نافذة عرض المحاكاة ثم الضغط مرة أخرى لفتحها طبعاً يؤدي هذا الإجراء إلى استعادة المواضع والعوائق الافتراضية للريبوت ومسح جميع الرسومات التي تم الضغط عليها أو تم تشكيلها من برمجات الريبوت دعونا نطبق عملي نجعل الريبوت يتقدم للأمام ثم يتقدم للخلف نقوم بالضغط على لبنة الـ Drive القيادة ثم نقوم بوضعها في البداية مع الـ Start نلاحظ أن هناك زر خاص بإدخال اللبنة حتى تشكل لي شكل أو بلوك أو مجموعة من البرمجة أو مجموعة من اللبنات البرمجية مع بعضها البعض نقوم بالضغط بعدها باختيار اللبنة الثانية الخاصة بالتقدم للخلف وطبعاً أغير السرعة أو المسافة إلى 100 والسرعة هي نفسها 30 دعونا نطبق الآن نشوف لو قمت بعمل المحاكاة ماذا سيحصل لحركة الريبوت أضغط على تشغيل المحاكاة فنجد أن الريبوت يقوم بالتحرك بسرعة 30 لمسافة 100 سنتيمتر طبعاً لاحظوا هنا Forward تقدم للأمام ما غيرت الاتجاه يوجد لبنة المفروض نضعها وهي Stop وهي End أو نهاية البرمجة التي أنا أريد للريبوت أن يقوم بها حتى لو وضعتها وقمت برؤية المحاكاة طبعاً الخلفية في الأعلى نستطيع تغيير الخلفية أو المنظر الخاص بريبوت بأي خلفية أنا أريدها ونقوم بتشغيل الريبوت بنفس الطريقة طبعاً الريبوت اللي أنا استخدمه EV3 وهو ريبوت ثنائي الأبعاد مثل ما ذكرنا طبعاً لإغلاقه نقوم بالضغط على الـ X الموجود في الأعلى فيختفي لو ضغطت على المحاكاة عند تشغيلها بنفس الطريقة سيتحرك الريبوت إلى الأمام فلا بد لتصليح هذا الأمر أن يقوم بتغيير أنا أريد أن يتحرك للأمام ثم يعود إلى الخلف بنفس السرعة وبنفس المسافة فالمسافة والسرعة صحيحة مجرد لدي هنا تغيير الـ Backwards تغيير تجاه الريبوت بدل ما يكون Forward يكون Backwards لهو يتحرك إلى الخلف دعونا نطبق المحاكاة أو نقوم بمعاينة المحاكاة من خلال تشغيل السم ثم الضغط على زر التشغيل نجد هنا أن الريبوت تحرك بسرعة 30 مسافة 100 سنتيمتر والآن سيعود بنفس الطريقة بنفس السرعة 30 وبنفس المسافة 100 سنتيمتر فنجد هنا أن نستطيع التحكم بحركة الريبوت طيب نصيحة ذكية هناك خيار آخر لحدث كائن في عرض المحاكاة وهو اختيار الكائن ثم الضغط على الزر Delete من خلال لوحة المفاتيح أو من خلال سلة النفايات الموجودة في الجهة الخاصة بالمحاكاة أيضا نستطيع حدث أي كائن موجود في عرض المحاكاة طيب تدريبات أجب عن الأسئلة التالية بوضع علامة صح أمام الكلمة الصحيحة أو خطأ بناء على الخصائص اللبنة الظاهرة أمامك نلاحظ أن اللبنة هي Drive Backwards Speed 60 Distance 30 معناتها أن الريبوت سيتحرك بسرعة 60 لمسافة 30 سنتيمتر طيب واحد تقع اللبنة في فئة الحدث هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم عبارة صحيحة موجود الأورنج أو البرتقالي موجود في فئة الحدث أو الأكشن طيب اثنين يتحرك الريبوت إلى الأمام بسرعة 60 هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم الإجابة خاطئة لأنه موجود لديه Drive Backward الBackward معنات أنه يتحرك إلى الخلف وليس إلى الأمام طيب ثلاثة سوف يتوقف الريبوت عن الحركة بعد 30 سنتيمتر هل العبارة هذه صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم صحيحة فعلا راح يتوقف بعد 30 سنتيمتر طيب أربعة سوف يتحرك الريبوت إلى الخلف بسرعة 30 أحسنتم الإجابة خاطئة السرعة المعروف فوق هي Speed اللي هي 60 سرعة الريبوت طيب تدريب رقم ثلاثة أنشئ برنامجاً يجعل الريبوت يتحرك للأمام بسرعة 50 ولمسافة 50 سنتيمتر ثم أطلب من الريبوت مواصلة التقدم إلى الأمام مع تغيير سرعته إلى 100 لمسافة 50 سنتيمتر يعني أريد أن يتقدم 50 سنتيمتر بسرعة 50 ثم يزيد السرعة إلى 100 سرعة بمئة مضاعفة وبنفس المسافة 50 سنتيمتر كيف نقوم ببرمجة هذه الحركة؟ الآن سنقوم بإنشاء مشروع جديد نذهب في البداية فوق في الإدت نقوم باختيار نيو فيفتح لنا مشروع جديد إذا كان في ملفات نريد حفظها نستطيع حفظها نبدأ الآن بمشروعنا الجديد طيب نطبق الآن مع بعض العملي نجد بعد ما قمنا بعملية الفتح خلص خلصنا من هذه فتحنا مشروع جديد أنا أريد الآن أن أقوم ببرمجة ريبوت يتقدم 50 سنتيمتر بسرعة 50 ساتيمتر فماذا أقوم؟ أفتح اللبنات البرمجية الأكشن أقوم باختيار Drive Forward Speed طبعاً 50 والDistance سنتيمتر رح تكون 50 أيضاً 50 فنقوم بكتابتها مباشرة بالنقر على لوحة المفاتيح نحدد اللبنات المربع الأزرق ثم نقوم بكتابة الرقم 50 بعدها أقوم بالضغط أو أفتح لبنة أخرى خاصة بلبنة القيادة وأقوم بضبط السرعة كم؟ 100 سنتم حتى أنا أريد أن أزيد من سرعة الريبوت والمسافة نفسها ستكون 50 لاحظوا أنا ما غيرت أريد أن ترون كيف سيكون شكل الريبوت بعد ما قمت ببرمجته أو كيف سيكون شكل المحاكاة نستطيع سحب اللبنات مع بعض البعض نذهب إلى السم لمعاينة الحركة طبعاً نستطيع حذف هذا المربع بالضغط عليه ثم الضغط على سلة المهمنات فيتم حذفه عند تشغيل المحاكاة سنجد أن الريبوت ستحرك 50 بمسافة 20 ثم سيزيد طبعاً ما لاحظنا الفرق لأنه كان الفرق جداً قليل أو المسافة جداً قليلة دعونا نعدل المسافة نجعلها 50 نفس ما هو مطلوب من تدريبنا بسرعة 50 لاحظوا الآن نريد أن نقوم بإعادة المعاينة بنفس الطريقة نقوم نذهب إلى السم الشيكت على السرعات وشيكت على المسافات مضبوطة نذهب نرجع للسم ونلاحظوا أن المعاينة تعيد نفسها من جديد نقوم بالضغط عليها نلاحظ أنها قام بالتحرك ثم زاد السرعة 100 بمسافة 50 طبعاً استخدام الحاسب يحتاج إلى مهارة علمية عملية سوري ويحتاج إلى تدريب مستمر حتى تحصل على المهارة في أي برنامج أنت تريد أن تكون محترف ومتخصص فيه فهو ليس الدراسة نظرية بل هو تدريب عملي مستمر ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ تعلمنا كيف نقوم بإنشاء حساب خاص بنا وذلك من ذهب إلى اليوزر أو المستخدم ثم نضغط على Login أو التسجيل ثم نقوم بكتابة بياناتنا وكلمة المرور حتى نقوم بتسجيلها وبعدها نضغط على Register Now أو التسجيل الآن فيتم تسجيلها في حسابنا الخاص وإذا أردنا الدخول مرة أخرى إلى الموقع نقوم بتسجيل حسابنا في اسم المستخدم الذي قمنا بتسجيله مع كلمة المرور وتعرفنا على البرمجة في Open Roberto Lab كيف نقوم بتحريك الريبوت للأمام أو إلى الخلف رأينا التحرك الريبوت للأمام سيكون Forward من خلال لبنة القيادة أو إذا أردنا التحرك للخلف من خلال نفس لبنة القيادة Drive ولكن سنغير اتجاهها اللي هي Backward وقمنا برؤية كيف نقوم بعرض المحاكاة من خلال معاينة الحركة أشكر لكم حسن متابعتكم أعزائي وأراءكم على خير وتمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة